أقوم بهذا من أجل الناس لكن ليس في سبيل الناس أقوم هذا من أجل الناس ولذلك ما نتعبش ما نكرهش كل واحد نقدر نوصل له كلمة أو فكرة أو نعاونه بقول أو نعاونه بكلمة تصله فتعطيه وعي أو تعطيه شعور أو تعطيه فكرة بالنسبة إلي شيء عظيم ولذلك ما تعبش 27 سنة وما تعبش كينا ناس أخرني مش أنا فقط مش أنا فقط كي الناس آخرين أيضا يقومون بذلك وما تعبوش ولن يتعبوا لأنهم مش مخضين الدنيا على أساس ندير شوية نيضال بلكن نحص البوست اللي داروا هاد الاتجاه هم غرقوا ولو مع الثورة المضاد اللي كانوا ينتظروا في البوست وكانوا ينتظروا بعض غير مؤخرا مع الحراك كانوا ينتظروا في البوست أحدهم شخصيا كان يقول لي أراك تديرنا فلافونير لما شاف بللي الحراك تعب في وجهة نظره هو حراك تراجع المسيرة توقفت انقلب على عقيبيه هذا الناس كينين دايما كينين لأنهم كانوا طمعين في السلطة وكانوا يظنوا أن الحراك يوصلهم للسلطة فلما ضعوا في الحراك قالوا السلطة راح السلطة وين السلطة راح عند ناصر الجن وعند شنغريحة وعند القتال القتالين الآخرين إذن يقتقربوا منهم ويصبحوا عندهم عملاء يصبحوا عندهم خدامين حتى وزعموا العكس لكن هذه الحقيقة هو أن البعض خرج من أجل دنيا خرج من المنصب مال علاقات عامة اتصالات إلى آخر الحمد لله أنا مخرش في 2019 خرجت قبل ذلك بـ 24 سنة هذا ليس مدحن لنفسي أو تزكي يعوذ بالله إنما فقط وضع بعض النقاط هكذا على السريع والله ما كنت نوي حتى نتكلم فيه راي جات في إطار الحديث فقط فالبعض اللي هكذا جاتوا الزفة هكذا وجابوا شوي الحراك وإلى آخره والقابل لهذه فرصة يشوف الآن هو بالنسبة له الحراك يمور الحراك مات ما لا وره الحي الحي هو شنغريحة وناصر الجن هذون هما الأحياء خلينا نلصقوا فيهم طبعا هذو كي يلصقوا فيهم يكلفهم بمهام ويطلبوا منهم مهام والمهام انتاحهم الشتم يومي تهجمات يوميا على الذين يقاومون المافيا الأسكرية ويريدون أن لا يقول لهم الناس أنتم ثورة مضادة عجيب يعني يوركم ثورة مضادة سواء بشعوركم أو بغير شعوركم أنتم حلفاء العصابات لأنكم قاعدين تهاجموا فقط في اللي يواجهوا في العصابات كون غير جيتوا مرة مرة تخلطوا على كله ليس هذا هو موضوع إذن فتأكدوا باللي ما نتعب ما نكره اللهم إلا إذا توقف الجسد خلاص الله غالب إذا توقف الرأس أو توقف النفس الله غالب خلاص هذه حاجة أخرى لأن المبدأ اللي عندي واللي نامن به هو أنه من هم خير مني وخير مننا وهم أنبياء الله يأتي يوم القيام نبي ومعه شخص واحد آمن به واحد ويضيف حديث صحيح للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول ويأتي يوم القيام نبي ولم يؤمن به أحد واحد ما أمن به ولذلك مرات بعض الناس باش يكسروا يكسروا هم مش فاهمين المعركة أو الذباب يقول لك واش درنا الحرك ما درنا والو الحرك انتهى واش دارتنا واش راكم تقولون بعد تبقوا هكذا بالنسبة ليه دارتها هي أنه آه هو يوصل المنصب أو تولي هناك مناصب توزع أو غنائم توزع هذه الفكرة عندهم الفكرة ماهيش قيم ومبادئ يناظل من أجلها المناظلين ويقاوم من أجلها المقاومين ويجاهد من أجلها المجاهدين باش تصل هذه الأفكار وهذه المبادئ وتتحقق لو كان لو كان أبائنا وأباء أبائنا وأباء أبائهم توقفوا عندما كانت تنكسر كل ما تخرج مقاومة من أجلها المناظلين بداية من 1830 أمير عبدالقادر أحمد باي ومقاومات في كل المناطق هذو ربما اللي كانوا في البداية ثم مقاومات في سيد الشيخ مقاومات في منطقة القبال مقاومات في منطقة الشاوية مقاومات في الوهراني مقاومات في الجنوب في الشمال ولكن هذه المقاومات استمرت وكانت كلما تنكسر مقاومة تقوم مقاومة أخرى لأن الناس هذه المقاومين فهموا أن القضية ليس أن نربح أو نخسر صحيح لو كان نربح الفرنسيس ونخرجهم أفضل لكن القضية لا أن تستمر روح المقاومة أن يستمر الجزائرين يرفضون هذا الاستعمار وظلوا كذلك يعني حتى 1880 والمقاومات لا تتوقف وما بين 1880 و 1916 كانت على تقطع ثم جات مقاومات أخرى اللي هي المقاومة في البيت التوعية والسلمية واستمرت كذلك لو كان الناس بعض التافهين اللي رهما مراتي يطلقوا في سمومهم سموم الثورة المضادة لو كان الناس الجزائريين شافوا بأن في الحرب العالمية الثانية قتل عشرات الآلاف من الجزائريين المفروض خلاص يقول لك ما زيجكات حدثون على مواجهة فرنسا هاهم ديجا ماتون عشرات الآلاف لا بالعكس القتل اللي قامت بفرنسا في الحرب العالمية الثانية في ثمانية مايو وتمت حتى اللي هاية جوان خمسة وربعين هو اللي أستس لي ربعة وخمسين وبعده اللي تأست المنظمة الخاصة اللي هي قلب ربعة وخمسين قلب نوفوم ربعة وخمسين اللي قاموا بنوفوم ربعة وخمسين أساسا هم المنظمة الخاصة إذن الناس اللي فهموا وعندها مبادئ وعندها قناعات تنظر للأمور مش أنا ننتصر ولا أنا ننهزم لا لا الفكرة تنتصر أم لا القيم والمبادئ تنتصر أم لا أما الطماعين اللي جاءوا هكذا يبحثون على ما يقتاتون عليه وربما كانوا يظنوا الحركة ينتصر وبعضهم يصبح حتى وزراء فانهاروا انهاروا وهم يرون أن الحراك توقف نتيجة اللي قمع الشديد والتخويف الشديد ما فهموش بأن هذه يوم لنا ويوم لهم يوم علينا ويوم عليهم وهذه المعارك ولو جاءت الناس تنتصر دائما لك رهيق على الناس ثوار ما شفتوش ثوار الفوفوزيلا في الجمعة الثالثة والرابعة والخمسة مش خرجونا بالفوفوزيلا في منتصف مارس 2019 تعالى فلان والرن دي والراشي والقديم وانتاحهم وكلهم ولو ملايين خاطرش يفهموا بأن بوتفليقة خلاص جاءت الإشارات من عند المخابرات انتاحهم بأن بوتفليقة رايحين يقوموا به فخرجوا الملايين خرجوا الملايين وخرجت الفوفوزيلا إلى آخره بعدين غيرتح بوتفليقة عودوا رجعوهم وقالوا خلاص بوتفليقة راح علاش راكم تخرجوا للحرك لا استمر الحرك من بعد راح بوتفليقة وراح وجماعة اللي كانوا وخرجوهم من أجل بوتفليقة هذه اللي مش فاهمينها كثير من الناس وأنا أقول لي إخواني إن بعض إخواني مرات يقولوا لي راح الصفحات انتهت صفحات انتهت راهوا اللي يحل صفحي سجنه راح لي دير لايكي سجنه راح لي دير تعليقي سجنه طبيعي جدا هذا طبيعي جدا مع ذلك عشرات الآلاف من الجزائر اللي راح ملتخل مزال مزال يحاولوا في الداخل وفي الخارج إلى آخره هذا هذه هي المعارك راهوا في الربع وخمسين وصلت الناس في ثمانية وخمسين قبل بضعة أيام تكلم مع أحد العفاظ اللي قال لي والله مليح هذه اللي كنت تتكلم عليها في اللايف فارني ذكرتها الآن وصلنا في مرحلة معينة الآن راح عندنا ما بين ربما ربعمية وألف رهينة معتقل عنده من الحركة الناس يقولوا ثلثمية لا هي أقل شيء ربعمية والحق أكثر من ربعمية ويقتربون من الألف لأن هناك العشرات وصرهم معينة ما أعلنش عن وجوده فقال لي قال لي يقولوا هاو الحراك وصل هناك ألف رهينة وكذا قلت له هل تعلم بأن الثورة الجزائرية أدت إلى وجود ملايين الجزائريين في المحتشدات في المعتقلات اللي كانت تسمى محتشدات ملايين حوالي ثلاثة مليون فرنسا حطت حوالي ثلاثة مليون من الجزائريين هذه القرى والرياف ودواور ودشر قالوا هذون هما قالوا هذون هما اللي رهم يعطوا وصلوا القناعة فرنسا وصلت لها في 56-57 باللي هذون هما اللي رهم يقدموا الخبز والماء والمعلومات وحتى المناظلين والمجاهدين والفدائيين يخرجوا من القرى غالبية بالمناسبة رهي الأغلبية العظمى تع المجاهدين كانوا من الأرياف وليس من المدن كان دور تع المدن أكيد مسبلين وفدائيين وكانوا قاموا بعملين لكن الدور الأكبر قامت به الأرياف في الثورة الجزائرية وهذا كان طبيعي لأسباب متعددة لأن الكورون مش متواجدين والإدارة السعمارية مش متواجدة في الأرياف إلا قليلا فهذا سهل الثور فهم قالوا لازم لازم نشفوا الماء للسمكة الماء هو هذا الأرياف والسكان والمواطنين اللي فيها والسمكة هما هما المجاهدين وش نديروا لهم لازم نسحبوا الماء الحوت يخرج وحده يموت وحده فسحبوا ملايين الجزائرين وحطوهم في المحتجدات ودامت هذه المحتجدات حسب المناطق لكن كان لدامت أربع سنوات وخمس سنوات حتى وكان فيها التعذيب وفيها القتل وفيها اختصاب الجزائريات وفيها أخذوا جزائريات دارهم للفساد وملايين الجزائريين هل توقفت الثورة؟ هل قالت الثورة؟ بابابابابابابابو الثوار رانا تسببنا في اعتقال ثلاثة ملايين من الجزائرين كنا يومها تسع ملايين فقط الجزائرين كانوا تسع ملايين راهي فرنسا وضعت ثلث الشعب الجزائري في المحتشدات خلينا خلاص نتوقف ويتوقف الثورة هذه وتحبس علاش ما توقفوش أبائنا الثوار علاش ما توقفوش علاش أسيادنا واللي هما بالفعل على رأسنا تاج على رأسنا حقيقة لماذا ما توقفوش لأن بالنسبة إليهم هذا النظام الاستعماري كأول جزائر كلها معتقلة كون جزء منه أصبح معتقل داخل المعتقل فهذا ضريبة للمعركة وثمن للمعركة نحن اليوم أيضا هذو أخواننا رأهم أربعمية رأهم ألف السجن رأي الجزائر كلها أسيرة وسجينة كون تنح منهم فقط تنح منهم فقط مليون أو اثنين مليون اللي مرتاحين مع هذا العصابة واحد مليون لاثنين مليون متلعبين له بعقله فقط الباقية رأي الجزائر كلها أسيرة شوف طرقات تعالجزائريين وشوف الصيف كيفاش حالك وفي الشتاء كيفاش حالك وشوف الكهرباء اللي تنقطع وشوف المياه اللي تنقطع وشوف المدارس وفي الجامعات والمستشفيات شوف كل هذا جزائر كلها رأي أسيرة كلها هذه الحقائق المريرة آه جمعت سيدي فرج وموريتي وكلوب ديبا هذو كلها هذوك رأم عايشين في المستوطنات الخاصة بهم فالحرك موش هو اللي يتسبب في السجن هؤلاء اللي يتسبب هما المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية لأن هذو اللي خرجوا خرجوا يطالبوا بنهضة الجزائر خرجوا يطالبوا بدولة مدنية تضمن الحقوق الدنيا وتضمن دولة القانون مش هوم المسؤولين وإلا لما تغير أي ظالم لأن اللي يجي حالك بالظالم يقولوا لا بابا بابا رح تتنوض علينا كما يقول المثال الشعبي رح تتنوض علينا الخنزير كما يقول المثال أيضا لا هذه هي هذا هو في أثمان تدفع أخاوتكم في الخاجم يدفعوا الثمن مش فتوش حال من واحد خل من ساعتقلوه سجنوه وعذبوه وحبوا ي كاين يدخلوهم ورام يحبوا يستخدموهم عملاء كاين اللي منعوهم من الدخول كاين اللي يراهم حتى في الخارج هم يتابعوا فيهم ويهدوا فيهم كاين اللي يراهم يشيطنوا فيهم طول الوقت فهناك أثمان تدفع أثمان تدفع وعلى ذكر الدولة المدنية مرة مرة نشوف تعليقات يبعثها لي المساعد أو يبعث لي بعض الأفاظ الرسائل يقول لك راهم يقولوا موصلين للناس يقولوا لهم كيد ديروا دولة مدنية يقولوا يقولوا أنت تحرش الحدود ومرة حتى يقولوا بكلام قبيح يقولوا أمك أو أختك يلتحرش الحدود بهذا الألفاظ لأن هذا وش علموهم علموهم فقط ألفاظ بذيئة قذرة ألفاظ تاعة للأسف فكانتنا كلها تعالبوليس تعالجندرمية تعالمخابرات تعالجيش فيها غير السب فيها غير الشتم فيها غير القهر فيها غير يعني يخرجوا لك وحوش وهذو كل وحوش خاصة ليتعاملوا مع الشعب بعدين يبعثوا من الشعب سواء بوليس أو درك أو مخابرات يخرجوا لك غير البذيئين غير القذيرين غير المتفحشين غير اللي يقول كلام يعني الكلاب أحيانا تستحل وكان جاد تنطق ما تقولوش هذا وش علموه فالآن البروباغاندا وانتت رح تحرص الحدود كتع الدولة مدنية شوف ذاك الغباء اللي ينشروه عند الله أو الذباب اللي ينشر الأكاذيب وعلاه لما ألمانيا راه دولة مدنية حدودها مش محروصة ولا الولايات المتحدة حدودها مش محروصة ولا فرنسا أنتم ما كنت تعبدوا بفرنسا حدودها مش محروصة بالعكس تصبح الحدود أكثر حراسة وأفضل حراسة لماذا لأن هناك رقابة على ما يتم لأن هناك كل عمل يتم مناقشته تعرفوا وش داروا نظن راهي ما زلت موجودة واحد الوقت قالك لازم نحمو نفوسنا من الليبيين لما صارت الثورة الليبية لما صارت الانتفاضة الليبية ضد القذافي تعرفوا وش حل حطوا وجزء من تونس أيضا آلاف لكونتونير آلاف لكونتونير حطوهم باش زعم يديروا حدود بين الليبيا والجزائر وتونس والجزائر آلاف كلفوا مئات الملايير نتكلموا على عشرة لآلاف تعليل كونتونير تخيلوا هاكذا قالك نحرص بهم الحدود بينما المنطق المعروف والمفهوم واللي راي كثير من دول المرسات وهي الان مع تطور تكنولوجيا صبحت كاميرات تحرص الحدود كاميرات ذات تقنية عالية جدا تدور بحدود فيما كثير في بعض الحدود اللي هي حساسة تكون كاميرات لحرص الحدود وتكون الناس على بعد ألف متر أو ألف كيلومتر أو عشرة لف كيلومتر يقدر يشوف ويتبع ويعرف وتكون هناك فقط سيارات متخصصات تع شرطة أو درك تكون حرص حدود اللي في حالة ما إذا يتم الاختراق الحدود يروحوا مباشرة يعرفوا شكو نخترق الحدود إلى آخر نحن اليوم عندنا عشرات الآلاف من جنود نرميين في حرص الحدود وفي الصحاري كاللي يهبل كاللي يجن كاللي يوسوس كاللي يتقلق كاللي يمرض إلى الأبد ويأكلوا في ماكلة ما يتاكلهاش الحيوانات ويجيبولهم في المال المصدي ويقول لك يحرصوا الحدود لا بالعكس لو كان جات عنا دولة مدنية تراقب الجنيرالات وما يفعلون بربع الخزينة لو كان رأي الحدود محروسة بشكل أفضل لو كان رأي الحدود محروسة بشكل أفضل جنودنا ما همش بعشرة الآلاف مرميين في الصحاري وفي الحدود وفي الجبال والله يحكوا لي بعضهم أنهم كان مرات بشهادات سواء سمعتها مباشرة أو طريق غير مباشرة أنه الحراغة أنه التربانديست خاصة من جهة تونس تربانديست هم اللي يدون ماكلة لحرص الحدود علاه لأنهم جوعينهم فيضطر أن التربانديست هذك اللي يدون وهربوا هما اللي يدون لهم شوية ما ولا شوية خبز ومرات فيه شوية طونق فورماج وطبعا هذك اللي يحرص الحدود مش راح يحبس هذك اللي جاب له بماكلة يقول لك هذا على الأقر راح يجيب لي في الماكلة الدولة مدنية مش معناها يلي رم غلطينك ولا اللي ركع عطي لهم وذنك مش معناها أنهم تحرص الحدود لا تحرص الحدود وتحرصها بطريقة أفضل وبطريقة أكثر علما وأكثر تقنية وأكثر ذكاء وحكمة دولة مدنية تستخدم يستخدم الجنود للدفاع للوطن حتى حرص الحدود مش شرط يكون الجنود مش شرط يعني يقدر تكون أجهزة خاصة تابعة للدرك وعندها كفاءات هائلة تعرف كيف تدير وخاصة بالإدارات اللي رأنا اليوم نستطيع أن نحرص حدودنا بكاميرات يعني على مستوى عالي من التقنية وحتى بالأقمار الصناعية الآن الأقمار الصناعية أصبحت تجارية وهناك أقمار صناعية تجارية كثيرة جدا حتى العصابة هذه أرسلت أقمار صناعية يعني طبعا لابنهم لها هما الأجانب لكن على الأقل تسمى أقمار صناعية جزائرية تحرص الحدود ثم تحرص الحدود منين هل مشكلة تحرص حدودنا هو هذا كترابنديس مثلا اللي يهرب حتى خمس قناة رسمية ولا خمسمائة قنطار رقع والله المشكلة رهي أعمق وأكبر وهي أنك عندك إدارة أصلا متواطعة مع الترابنديس وأنه حتى لما عندك عندك عشرات الآلاف من الجنود على الحدود يجيهم الأمر يقولون يالله اليوم رفدوا الحواجز يرفدوها أو اليوم تسال الكاميونات اللي ماشية ما تحلوهاش أو يبعثوا معها دولوند ريفير خمسمائة كاميو وقاعد يهرب يروحوا مع دولوند ريفير يعقبوه وخلاص وهذا كل جنود الشيء يقوله هذه قوامر القيادة إذن القضية مهيش بهذه الدولة المدنية مهيش دولة الدولة مهيش المدنية الفاضلة مهيش المدينة الفاضلة لكنها تخفف من السرقات تخفف من الظلم تخفف من الحجرة تخفف من أن الجنيرات يصبحوا أرباب موش عباد يتصرفوا كأرباب دولة مدنية لو يقتل جزائري مثل كمال اللي يقتل قبل ربع أيام أو اسمعته باباه قال المولود في عشرين جوية وتفنه يوم عشرين جوية خمسة وعشرين سنة لم يقتل واحد القيامة تقوم كاش ما شفته في أخبارهم في جرائدهم في تلفزيوناتهم كاش ما شفته فيه غضب كيف يقتل زوج جزائريين فقط وكانوا على الشاطئ كانوا في الشاطئ كانوا في الشاطئ دولة المدنية هذو اللي رهم أرباب ترجحهم عباد كما انت وانا وهو والآخر هؤلاء اللي رهم يتصرفوا كأرباب الدولة المدنية تقولهم لا احنا كلنا عباد احنا كلنا ابناء تسع شهر واحنا كلنا نأكل الطعام وندخل الحمام واحنا كلنا كيف كيف وكل واحد فقط عنده وظيفته والوظيفة تحترم لكن مش بالوظيفة تولي لفرعون مش بالوظيفة تع جنرال ولا تع قايد الجيش ولا تع قوة برية ولا المخابرات الإرهابية تصبح انترب البلاد تفعل ما تشاء تعذب من تشاء تقتل من تشاء تختصب من تشاء تنهب من تشاء تبتز من تشاء لا دولة المدنية ترجع الناس كيف كيف كل واحد حسب وظيفته واللي عنده وظيفة إذا ما تدكتر إذا ما استبد وإن الإنسان لا يطغى إن رأاه استغنى يستغني بالسلطة أو بالمال يطغى يجي جهات أخرى تقول له لا لا أنت رك بشر رك في هذه الوظيفة وراك ارتكبت هاي الأخطاء هاي علاش هذه الدول اللي ينتصر أعطوني دولة عسكرية ضمن ما نش عارف العشرين ولا الخمسين ولا المئة في الاقتصاد العالمي لا الدول العسكرية تعبانة ما عندهاش السودان مثلا ها هو دولة عسكرية مصر مثلا شوفوا نخرج معت يعني ست سبعين سنة من الحكم العسكري المصري كي جاهم حكم مدني تأسنة نقلبوا عليه وقلبوا عليه الدنيا وشوفوا مصر وراهي رايحة رايحة مصر إلى ثورة جياء عارمة هني نقولها لكم من الآن من هنا نحن على بواب أشهر فقط على أقصى تقدير إذا مش أسابيع وتكون انتفاضة عارمة في مصر الناس تجوى احنا أيضا ننجوه وما زل موصلناش الوضع المصري لكن ما نشبعات عليه بل بالعكس اليوم لو كنت نشوفه كنت نشوفه في خبر قبل قليل صراحة تفاجأت وهو خبر من جهة يعني لا يرقى لها شك وش الخبر هذا يقول خبر هذا يقول تصنيف الدول العربية حسب مستوى الدخل التابع للبنك الدولي 2022-2023 ما هو التصنيف؟ صنف الدول العربية إلى أربع جهات دول العربية ذات دخل مرتفع هي دول خليج ست بلا ما أنا أعود أسموها تم تعرفوها دول عربية متوسطة الدخل هي العراق وليبيا والأردن يعني العراق وليبيا اللي فيهم حرب في اثنين عراق محتلة وليبيا محتلة وفيهم حروب إلى آخر ذات دول متوسطة الدخل الدول العربية ذات المتوسطة الدخل الأدنى هذه المتوسطة الدخل الأعلى هي من؟ هي المغرب مصر لبنان لبنان جزر القمر موريطانيا تونس الجزائر وبعد الجزائر شكون جيبوتي والأراضي الفلسطينية وبعدين كاينصان في آخر دول دول ذات الدخل المتدني اللي هي سوريا اليمن الصومال السودان كلها فيها حروب أي أن الجزائر في الحقيقة تأتي بعد مصر يعني في القائمة الثالثة اللي هي قائمة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى يجي على رأسها المغرب ثم مصر ثم لبنان ثم جزر القمر ثم موريطانيا ثم تونس ثم الجزائر ها هي الحقائق وهذا طبعا هذا منك دولي يعني مش رايح يغيرها على بسبب أو يعارضهم أو بالعكس يعني إحنا اليوم رناء تونس أفضل مننا هاي روح شوف دينار تونسي كم يساوي دينار جزائري دينار تونسي واحد يساوي سبعين دينار جزائري والناس خاوتي اللي يرام في في تونس يعرفوا هذا حتى الجليل المصري هذا اللي ره منهار تماما يعني دولار واحد يدير عشرين جنيه مصري تعرفوا كم يدير الجنيه المصري بالدينال جزائري عشر مرات صحيح العملة مش شرط كي تكون يعني قيمتها خفيفة معناها ضعيفة لكن هذه الدول عملتهم ضعيفة وهي قيمتها ضعيفة يعني قيمة وقوة وتأتي الجزائري بعد من بعد جزر القمر بعد موريطانيا بعد تونس بعد لبنان بعد كل هؤلاء نعم لأن الدخل الجزائري متوسط الدخل في الجزائري هذا هو ربع ملايين معناها أقل من مئتين أورو في الشهر إذا افترضنا أنه متوسط دخل ربع ملايين كثيرين طبعا ما يوصلوش لهذا الدخل كثيرين دخلهم هو الحد الأدنى أقل من مئت أورو زوج ملايين وكثيرين هذا خاصة نصحاب العقود إلى آخر كيليدي خمسة آلاف وستمائة دينار خمسة مئة وستين ألف مهيش مبالعة أنا لما اشتاب من المرة اللي قلت اللي بعث لي قلت لورك غالد بلك خمسة وعشرين والله فوق له قال لي لا لا أستاذ هذه هي اللي يعطونا خمسة لف وستمائة دينار في عقودنا قبل التشغيل مش كلهم بعض منهم وكاين آخرين يدوا ستاشن ألف دينار فمنتاشن ألف دينار يعني قل من الحد الأدنى يتخيلوا وش يدير لك هذا المبلغ ومخرجين فنادق تكلموا على فنادق هذا الأيام خمس نجوم قال لك مئة وخمسين مليون 7500 أورو يعني كونجيت ما نشعر في المالدي ما يكلفكش هاك في 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 أفضل المناطق والسياحية الناس ما شهر ما يكلفها 7500 اللهم إلا حاجات استثنائية يعني لكن في الجزائر في مدينة جزائرية بكل ضعفها وبكل ما فيها من كوارث تدير للناس شهر لفردين لزوجين يعني فقط مش لأسرة كاملة 150 مليون من يدخل هذه يدخلها صحب شكارة مش صحب سطلير مش صحب الأجر مش حتى التجار العاديين يدخلوها اللي يرفضوا بشكارة من البنوك يدخلوها الناس اللي ما يحسبوش ما يحلو ما يحرمو ما يحسبوش اللي رغم يلقوا عندهم مرات مرات فضحوا بعضاهم واحد جنرال قوا عنده 800 مليار بسنتيم الجزائري وما لا يعد ولا يحصى بالدولار ولور والذهب وإلى آخرهم واليوم بالمناسبة أيضا نقرأ في إحصاء خذو 25 دولة في إفريقيا قال لك ما هي أفضل وجهات سياحية في إفريقيا خذو 25 ما خذوش 50 خذو نص الدول جاءت الجزائر في الرطبة 24 في إفريقيا يعني كان دولة واحدة فقط من هذه الدول اللي اختاروها باش يشوفوا اللي ورانا فقط دولة واحدة يعني دول مثل الطوق وبرندير وواندا ايب أفضل مننا بعاد بعاد وين رايحين هذه إحصائيات دولية وفي الغالب من جهات صحيح كان بعض الإحصائيات اللي ربعون واحد ما يخذهاش مع الاعتبار لأنها ما عندهاش مصداقية لكن هذه اللي نكلمكم فيها في الغالب نجيبها لكم في الغالب نتحرر اللي هي عندها مصداقية دولية والرايحين ولماذا يروحوا الجزائريين للتونس لماذا هو مساحة الجزائري بتونس كم تعرفوا كم 15 مرة مساحة تونس مساحة مثل مساحة ورق لا تدير بتونس 3 مرات أو مرتين أدرار تدير بها 5 مرات أو 4 مرات طيب ما هو الشيء معنا تونس بلادنا وخوتنا وشعبنا وحنا شعب واحد كما نقول دايما عليهم وعلى الليبيين والمغاربة احنا كلنا شعب واحد لكن ماذا يوجد في تونس خاص حاجة خاصة الجزائر بشواطئها ممتدة أكثر من تونس بجمالها الداخلي بعيدة على تونس 15 مرة المساحة بالصحراء فيها شيء عجيب يعني من كل ألوان حتى دخل الصحراء في تنوى في الصحراء من أهاجار إلى الجبال إلى الصحراء إلى الصحراء القاحلة إلى الصحراء المثمرة إلى أنواع متعددة الثلوج موجودة الثلوج وموجودة وروح شوف من جهة الشرق وروح شوف من جهة جيجل وبجاية ويعني جنات على الأرض حتى من جهة الغرب ويعني وش الفرق فزير هذه المفروض وهي عاشر مساحة في العالم هذه المفروض رأي واحدة من أفضل التوجهات السياحية جزائريين ما يروحوش للجزائر أغلبية الجزائريين خاصة مع السنوات الأخيرة تعل القهر ما يروحوش وكاين البعض يقول لكم نروح أسبوع نشوف الوالدين والأسبوعين والله نشوف خاوتي والأصحابي والله وبعد يروح يدير عطلة في بلد أخر لماذا؟ لأن الجماعة المتحكمة في البلاد ما عندهاش مشكل هي هي عايشة أصلا في خمس نجوم كلاب دي با موريتي سيدي فرج وحتى فنات خمس نجوم مرات عندهم على طول العام فيهم غرف ويذهب يسافر ويسافر إلى راعة عيون يروح يشوف ويرح للمالديف يروح لكل البلدان لسويسرا لبريطانيا لسكوتلندا لفنلندا يروح لكل البلدان ومارات البلدان اللي ربما نسمعوش بيها وما نسمعوش بيهم الناس بشكل عادي